حضرتك بتأيد اليوم تدخل أو أي تدخل لتحديداً السفارة السعودية يعني عم نحكي نحن بوضع ممكن يكون في أحباط سنية مقاطعة سنية هن هذه الدولة ترعى السنة في لبنان تؤيد أنه يتدخلوا؟ أول شيء أنا لا أعتقد أن الدولة السعودية أو المملكة العربية السعودية تتدخل في زواريب اللعبة البرلمانية في لبنان أو الانتخابية في لبنان ولا بل هي قالت أنه أنا على الحيادة عبر كتير متصريحة قام فيها السفير البخاري دور المملكة هو دور جامع بيجمع الكل ما رح يكون مع حضن ضد حضن خاصة أنه نحن عندنا نفس التوجه يعني نحن ما نبعد عن التوجه العربي لا بل نحن بصلبه لكن المملكة لطالما كانت ترعى حدية للحريري كان الحريري عندهم في لبنان 70-75% إلى 80% من الطايفة من الطبيعي أنه ترعى الجهة أكبر عنده 80% لما بتحط له كل الرعاية بده يشير هو الممثل للأوحل يعني في قضية كبيرة اسم قضية الشهيد رفيق الحريري دعنا نحكي الحريري من أيام الحريري الشهيد طب هو كان ابنهم ابن المملكة من الضروري كان أنه من يدعمه كان كان تتدخل تتدخل بطريقة خليك شي خلينا خلينا أشرح التدخل لغة سنة بيروت ولغة التمثيل لعائلات بيروتية رئيسية بيد فقط ابقاء الدعم على من أيام الرئيس الشهيد ما المملكة اللغة مين اللغة؟ نحن البيارتي اللغة دورها العائلات بس خلينا أشرح لي شغلي ب96 مثلا البيارتي وأنا منهم صوتت لتمام اسلام وسليم الحص ورفيق الحريري ما صوتت أنا بس لرفيق الحريري زي ما هي يعني كنت قدرت تشكل لي كنت تقدرت شكله بالألفين كنت تقدرت شكله بالألفين وتسعة كنت فيك تشكله بالألفين وخمسة وكيف جمعت سليم الحص أنا كنت بدي حافظ على هايدي على هايدي المزاييك البيروتي يعني كنت بدي حط ابقاء على شخصيات تانية إلى جانب الرئيس الشهيد رفيق الحريدي بس من بعد الألفين وبعد الحملة على رفيق الحريدي وعلى ساعد الحريدي صرت تتصوت زي ما هي على آخر شي هني جبروني اصطفات مثل اصطفوا لأنه كان في حدث كبير هو حدث تشهد رفيق الحريدي اصطفات وصرت تتصوت زي ما هي صحيح اليوم إذا السعودية بعدها بهيدا الدور دي هو رعاية شخصية أو يعني المراهنة على شخصية مين بتقول هي الشخصية ليه تتصمت لما طلعت سورة أستاذ حسان دي صديق حسان ديك صديقة عندك أصدقاء من طلب الله ما هو هلأ صديقة قبل ما يروح أمام مجلس صدراء صديقة زمان إذا اليوم سعودية بدأت رعا شخصية سنية في لبنان وتدعمها لتمثيل أهل السنة مين بتقول لازم تكون شخصية السعودية أنا ما برأي بقى ستدعم شخصية وحدة لأني كنت حكيتي هلأ قبل ما هي عن أحادية القرار وأحادية التمثيل سعودية ستدعم مجموعة بعض الانتخابات ما ستفرز الانتخابات حالات جديدة بالمناطق هاي الحالات ستتجمع ضمن حالة وحدة هاي الحالة ستدعمها المملكة بفيديو ترجمة نانسي قنقر